قراءة عسكرية في حرب غزة من هنا من ستوديو سكاي نيوز عربية مع الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور صالح المعايطة دكتور أهلا بك معنا في هذه التغطية المستمرة هل حقا تستدرج حركة حماس الجيش الإسرائيلي إلى حرب عصابات طويلة الأمد في قطاع غزة نستطيع القول من خلال المعطيات وعلى قراءتنا لخطوط التماس التي لا زالت تراوح مكانها منذ أيام سواء في المحور الشمالي الغربي والمحور الشمالي الشرقي من بيت لاهية وجبالية وبيت حنون إلى المحور الأوسط الذي يمر من جحر الديق باتجاهة الشارع صلاح الدين ويلتقي مع شارع الشاطئ استطعت إسرائيل أن تتصل صلاح الدين مع الشاطئ وفصل جزء الشمالي من قطاع غزة تقريبا بـ 18 كيلومتر للشمال الآن هي تسيطر على المداخل وتتحكم لكن لم تدخل إلى الأحياء المنطقة التي حكينا عنها كانت منطقة فارغة قليلة السكان مناطق رخوة لكن تفاجأت أن هناك عمليات من هنا وهناك اقتناص أفراد اقتناص دبابات اقتناص جرافات اقتناص مدرعات هناك سؤال عذر على المقاطعة كيف حماس تستطيع أن تفعل ذلك؟ لأن الاندبندنت تتحدث عن استعداد حماس جيدا وأن لديها مدينة كاملة تحت الأنفاق في قطاع غزة هل هذا هو التفسير؟ نعم حماس هو الخيار المفضل أمامها أن تقاتل جيش نظامي وقدراتها إلى على الأرض بهذا الأشلوب من القتال للغوريلا حرب العصابات حرب العصابات ترتكز على أربع أبعاد وأعتقد قد تتوفر عند حماس من حيث التنظيم من حيث التسليح من حيث التأهيل من حيث القيادة من حيث الأهداف هذه كلها حرب العصابات ولها تاريخ 3000 قبل الميلاد وبعد الميلاد وأمثل التاريخ في العالم كله موجود إنها حققت هدافة مع جيوش نظامية مهام ما الاغتيال والخطف والمفاجأ والقتال الخلف حماس هذا خيار تتمنى أن تستدرج إسرائيل إلى قتال حرب العصابات لسبب هذه ميزة لقوات حماس لكنها غير ميزة للقوات الإسرائيلية غير مدربة على التعامل مع قوات نظامية مدنيين أيضا تمتلك نقطة قوة إذا قرنا أن الحواضن والعلاقة مع السكان الحواضن الاجتماعي لحماس مع السكان جيد وهذا يعطيها التزويد والتذخير والأخير من العمال هذا ما يقلق إسرائيل لا تعرف من أين تأتي الأشباح وقتال الأشباح هو قتال عصابات قتال في مناطق الحضرية لغاية الآن قد تتوفر بعض المزارع والأبنية وتساعد أبواب الأنفاق تساعد على قتال العصابات نعم لكن دكتور في المقابل نتنياهو يقول أنه مصر على تغيير شكل قطاع غزة ومصر على القضاء على حماس وبأن غزة قبل 7 أكتوبر لن تكون أبدا كما بعدها ما الذي سيحدث إذن إذا كانت هذه هي كما ذكرت أن حرب عصابات ستكون صعبة على الجيش الإسرائيلي فما الذي سيحصل إذن اللي نأخذ نتنياهو بالبعد السياسي هو أعتقد وصل إلى مرحلة أستطيع أن أقول أنه تبنى نظرية مكافيلي الغاية تبرر الوسيلة لا ولن أستقيل إسرار هذا الإسرار أنه يعني لا حماس بعد اليوم سأغير شكل قطاع حماس ووزير الدفاع أقول خيارين أم حماس الموت أم الاستسلام أعتقد تحقيق هذه يعني هذه الأهداف لا تمتلك الوسائل لا القدرة ولا الوقت تحقيق هذه الأهداف بسبب أن كل ما تقدم الوقت البيئة الإقليمية ستضغط على إسرائيل والبيئة الدولية ستضغط والمجتمع الدولي اليوم معارف تقول على الإسرائيليين أن يخرجوا بالملايين أمام منزل رئيس الوزراء وتطالبوا بالاستقالة نسبة المطالبة الاستقالة وصلت قبل دقائق إلى 80% بالاستطاعات ما يعني هو يعني أكون أو لكون أو يطبق عملية شجاعة اليأس بطريقة غير مقبولة وهذا من صالح حماس أن تسترج القوات وتشتتها على مساحة القطاع دكتور معايطة يعني في خضم كل هذا واضح كما ذكرت أنه إسرائيل غير قادرة على الحسم السريع والمعركة صعبة وحماس كما ذكرت الاندبندنت هي مستعدة جيدا لهذه الحرب سمعنا تصريحات متطرفة جدا من وزير التراث الإسرائيلي الذي دعا إلى إلقاء قنبلة ذرية أو قنبلة نووية على قطاع غزة وعدم الاكتراث إلى حياة الأسرى الإسرائيليين الموجودين داخل قطاع غزة هل هذا يمكن أن يحدث أم هذا بعيد؟ أعتقد كان لهذا التصريح اللي هو يعني دائما بعض الوزراء يخرجوا عن النص ويخرج عن السياق الحكومي هذا التصريح كان يقصد منه رسالة إلى الإقليم إلى الداخل الفلسطيني إلى قطاع حماس بعد نفسي لكنه انقلب السحر على الساحر أعتقد عندما إلى أول مرة إسرائيلي يقول نضحي بالرهائن الإسرائيلي مقابل أن نقضي على قطاع غزة بقنبلة نووية هذا التصريح أشار له زعيم المعارضة لبيذ عندما قال إسرائيل غير آمنة وغير قادرة والوضع صعب جدا هذا عمل فجوة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية والمؤسسة التخبارية يعني مجلس الكنيسة غير متجانس والحكومة غير متجانسة وهو الخطر لدي سؤال آخر دكتور صارح لو سمحت لي في عجالة الحركة الدبلوماسية أمام هذا هناك من يقول حتى في تقرير الاندبندنت أنه لا حل عسكري لهذا الصراع في غزة المعركة ستكون صعبة وطويلة للجيش الإسرائيلي أمام حماس وحرب العصابات طويلة الأمد الحركة الدبلوماسية بالأمس بلينكين كان في عمان اجتماع عربي في وزراء خارجي الدول العربية كبير اليوم ذهب إلى رامالة التقرر رئيس عباس اليوم هو أيضا في العراق ماذا بوسع الدول العربية المؤثرة في الصراع أن تقدمه ربما لاختصار هذا المصاري الطويل سؤال جيد دعنا نوضح للمشاهد أن من يقود من السياسي تقود العسكرية أو من الجيش يقود السياسي أمر الحرب وبدء الحرب بيد القائد السياسي أو القيادة السياسية وإنهاء الحرب بيد القيادة السياسية أعتقد أن الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلي بحاجة أن تسمع أن يرتفع منسوب أصوات العقل وأصوات العقل التي هي بحاجة الإدارة الأمريكية هي موجودة في الدول العربية الموقف المصري والموقف السعودي والموقف الإماراتي والموقف الأردني هما أصوات العقل إذا بدأ هناك تجاوب بإسرائيل أن يكون أصوات عقل ممكن أن نأخذ الطرفين حماس وإسرائيل إلى منطقة الوسط والتفاض وكل أنواع الحروب انتهت على طاولة المفاوضات لا حل عسكري لهذه الحرب دكتور صالح المعايطة الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا في سكاينيوز عربية